أول سعايز أودسك تكلمنا عن الأنبا لوكاس مش الأسقف أنبا لوكاس الأب أنبا لوكاس هو أنا بتكلم عن معاملته معانا ومعانا بالذات أنا شخص اترسمت على إيده شماس في سنة 87 ودخلت على إيده لكليركية دار المحرك وبعد كده الخدمة كلها كانت بتوجهاته ومحبة أبوته وليس رئاسته الرئاسة الكنسية دي لكن هو كان بيدي أبوه ما حسكش أنه هو في إدارة أكتر من تنظيم ومحبة ورسمني على إيده وعيشنا معاه الفترة اللي هو جضاها في الإسقفية 35 سنة كانت في 8-11 الماضي ودي بقى جداية 36 ما فيش مرة ما حسسناش إلا بالحنان والإرشاد وإحنا يعني سيدنا ربنا طبعا هيبعت لنا راعي صالح وأمين بس سيدنا ما كانش محسسنا بالبعد كان أب حنون للأباء والأبناء وكل شعب البروشي كان مكتبه مفتوح تلفونه باستمرار مفتوح فيش حد جصد مكتبه وترفض أبدا ويمكن سيدنا الأب ما احتضنش أولاده المسيحيين فقط ولكن عايز أقول لحضرتك المسلمين أخواتنا المسلمين على مستوى مش المركزين أبنوب والفاتح ولكن على مستوى محافظة أسود بل من خارجه حتى إن من محبتهم ليه وأبوته ما فيش مشكلة أو عيد أو مناسبة لأنه هو كان سباك أبوة الأنبة لوكاس كانت تسبك فكان عشان خطر كده ممكن بلاحظ حضرتك فيه ناس كتير خالص بتجامل في الموضوع ده من أخواتنا المسلمين ودي دلال على الترابط اللي حصل بديه وآخر شي كان ويمكن ما استمرش فيه كتير إن رئاسته البيت العيلة وكوننا نقول بيت العيلة يبقى من هذا المنطلق ومن هذا الخدمة مش أقول وظيفة سيدنا شعره فيه بأنه هو مش قبل من الكنيسة ده قبل الكل ودي اللي شعرنا بها وسيدنا يعني إحنا نقول خسرناها في الأرض أنا عارف أدسابونا يمكن الموقف صعب كمان والمشاعر بتغلبنا ولكن عايز كمان أسأل أدساك لما كان بيتعامل مع الأباء الكهنة في أسرهم وزوجاتهم وكان بيقولكوا إيه سيدنا قبل الكل أنا مواقف حصلت معاي يعني جواز لي ابني في عزمة كان مسافر يعني أخر السفر شوية وجاكل لالو مراتي كان حصل لها تعب شوية سيدنا كان أول من يسأل وأول من يزور في المستشفى ومش معاي بس مع كل الأباء الكهنة سيدنا كانت لمساته لمسات حنان بدور ما حد يشعر بيه فكان ليه كارزمة خاصة وكان ليه هلة كده وطلعة مع الكل ليه حضور سيدنا أمبالوكاس ليه حضور في كل موقف في كل مكان في كل مكان يتواجد فيه كان سيدنا هو سيدنا أمبالوكاس ليه حضوره أحد الأباء قال أن الأمبالوكاس اسم يعني ألباع عصل النور بتكلم عن نور كان عايش وسطينا ومازال عايش في قلوبنا كمان بيصلينا في السماء بتكلم عن خدمات سيدنا وبالتحديد أخوة الرب خدمات سيدنا في مجال أخوة الرب كانت خدمات مخفية بينه ما بينهم وخدمات الظهر عن طريق اللجنة كان فيه لجنة عامة في المطرنية وكل كنيسة فيها لجنة فكان فيه ناس تدخل ليه بدون جرح مشاعر ليخدمة خاصة معهم دي محدش عرفها غير ربنا اللجنة العامة دي بتغطي كل كنيسة برشية لجنة الكنيسة كانت بتشتغل من خلال سيدنا ومن خلال لجنة العامة فكان خدمات أخوة الرب ما لهاش يعني طبعا الخدمة ما لهاش كمال ولكن سيدنا كان بيحاول ما بيخليش حد يمشي فاضي كده يعني سيدنا ما رفضش ولا خزل حد بوت سيدنا في كل الخدمات وانت بتقول بعث للنور النور اللي بتقول عليه الكنيس بتاعة البرشية كلهم النهاردة فيه كنايس جدت حوالي خمس ست كنايس غير الحالي وكل الكنيس مر عليها المعمار الروحي من رسامات كهنوت ومعمار زي ما انت شايف كده مباني وسيدنا اكيد هيصلينا فوق عشان نكمل لغاية ما نوصل بسلام ليه سيدنا باعه طويل في كل حاجة ابونا محبة وقتسك بتقول عمري طويل قتسك تعرف سيدنا من ايام الشباب وابل كلية سيدنا من ايام الجيش كنت في الجيش في خمسة وتمانين وسيدنا اترسم في ستة وتمانين كنت اتجابلت معاه في لقاء في الكولوبه المرجسية الجديمة وسيدنا كان بيسأل على الكله قبل ما ييجي كمان هنا كان يحب يعرف اولاده وسيدنا ربانة بقول لك رسمني شماس زكاني الكلريكية رسمني في الكهنوت انا مستهلش عطفه حنانه لغاية ما يجوز ولادنا وسيدنا اكيد بيصلينا صلاة احنا يعني منطلبها وشفعته موجودة معانا ابونا بقول حياة بقول اب بقول حنية بقول مشوار تعب دام ستة وتلاتين سنة اثقف عايز من قدسك كلمة تعزية لانفسنا والشعب الأبروشية مقدرش اقول غير ان هو معانا بروحه وزا كان فرقنا بجسده احنا اكتر ناس متأسرين اولاده اللي بيتعاملوا معاه الكهنة لكن رجعنا في المسيح بيقول ان لا تحزنوا كالبقين الذين ليس لهم رجاء وطنبعا احنا فرحانين لسيدنا ان بعد جهاد الخدمة دي يكلل ما كانش ينفع يقعد في التعب ولازم الكليل اللي ييجي ليه بعد الجهاد الحسن زي ما قال معلمنا بوليس الرسول جهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حافظت الايمان اخيرا اه ومكننا احنا محتاجين لكن برضو بنقوله فرحانين انك انت يا سيدنا دلوقت فوق اكيد لك منزلة ومكانة عالية مع الشهداء والكديسين وصلي عنا ودايما تكون متواجد في حياتنا ببركة شفعتك وقداستك وصلاواتك ابونا بعد ساعة 12 ان شاء الله بعد ساعة الجنازة لجسمان الطهر هيكون موجود في دير مرمينا المعلق بجبل ابنوب ليه المكان ده بالتحديد يا قدس هو المكان ده بالتحديد انا معرفش ابعاد ليه المكان لكن اعرف حاجة واحدة ان المكان ده كان من الصفر ما فيش خالص حجارة والمكان مش ممهد وما فيش حتى دورة ما تستخدم لكن سيدنا شفت لما هتروح دلوقتي تشوف حياة معمارية وحياة رهبانية اعترف المجمع المقدس برهبانة الدير وعشان كده يعني المكان اللي استحق سيدنا ابو فيه لانه اكتر واحد تعب واسس فيه فيمكن ده الهدف اللي انا من ناحيتي كشخصية بقوله لكن يمكن سيدنا سايب وصية لحد لكن انا معرفش الحكاية دي لكن من ناحية انه الدير بالذات والدير مقصد ومزار للكل وسيدنا ليه علاقة قوية بمارمينة شفيعوا ليه علاقة قوية ان كانت رهبا فان باب شوي لكن ليه علاقة قوية بمارمينة ده السبب الرئيسي يعني شكرا كنت سبرا الله عزاء المشاهدين احنا لسا مكملين مع حضراتكم عدد كبير من الاباء عدد كبير قوي من الناس عندهم قصص عندهم حكايات كمان لسا مكملين مع حضراتكم لحد وقت الجنازة الاباء الكهنة موجودين معايا وكل واحد عنده قصص شخصية وحكايات عن الخدمة لسا مكملين مع حضراتكم خليكم معنا موسيقى